على مدى العصور والحضارات كانت تبنى المدن لحماية الإنسان بمساحات ضيقة لطالما بات اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما حط جدلاً في الأوساط العربية والدولية وخصوصاً في المواقف التي اتخذها في الفترة الأخيرة فقيادته وحضوره على الساحة الدولية لا بد أنها نبعت من طفولة أسست لهذه الشخصية وفي هذا التقرير سوف نصلط الضوء على أهم محطات طفولة بن سلمان وفي التفاصيل لم يقبل والده الذي كان أمير الرياض أنذاك إلا أن تكون معاملته كبقية طلاب دون تمييز ولم يكن حاله كحال الأطفال الذين يتمتعون بصداقات مع أشخاص من مستوى مادي واجتماعي مشابه حيث كان يقضي معظم وقته داخل القصر رفقة أبناء العاملين المسؤولين عن تلبية احتياجاته إذ كان العمال وأبناؤهم إضافة للحرس الملكي هم أصدقاؤه في هذه المرحلة من حياته كان يقضي وري العهد معظم وقته في ممارسة لعبة البلايستيشن معهم فقد كان أنذاك ملعاً بلعبة سونيك ذا هاتجهوغ التي تشكل شخصية سونيك الذي يحاول دائماً إنقاذ عالمه وأصدقائه هو البطل الرئيس فيها هذا وكان محاطاً في سنوات طفولته ومراهقته بأشخاص من خارج الإسعود استطاعوا أن يحظوا بثقته منهم منصور الشهري مدير القصر الذي عاش فيه سنوات طفولته وربما هذا ما يفسر سياستهم وذو صعوده سلم السلطة وثقته المطلقة في أشخاص من خارج السعود مثل سعود القحتاني وتركي الشيخ الذين من نفس جيله ولا ينتميان لأسر النافذة داخل السعودية كانت المساحة الممنوحة له تجعله يفعل ما يحلو له ومنها بعض التجاوزات خلال أوقات الدروس على خلاف أشقائه الملتزمين بالاستماع للدروس وجلوس في صمت يؤكد رشيد سكاي الصحفي في بي بي سي عربي والذي درس بن سلمان اللغة الإنجليزية عندما كان صغيراً أن الأميرة بدى مهتماً أكثر بقضاء وقته مع حراس القصر بدلاً من متابعة دروسه لافتاً إلى أن قدرته على جذب اهتمام الأمراء الأصغر كانت تستمر حتى ظهوره إذ كان يستخدم خلال الدروس جهاز لاسلكي يستعيره من أحد الحراس وكان يستخدمه لإطلاق تعليقات شقية حوله وتبادل نكات بين أشقائه والحراس على الطرف الآخر ويذكر معلم أخر أن إدارة المدرسة لم تقم بتسجيل أي ملاحظة سلبية عليه طيلة فترة دراسته في مدارس الرياض بل كان من المبكرين في حضوره للمدارس ولا يتغيب عنها إلا للضرورة القصوى كما كان مثلاً يحتذا به في الانضباط والإيجابية والقيادة وذلك بحسب موقع روتانا وأضاف أن الأمير الشاب كان يتمتع منذ طفولته بسيمة القائد ولا يرضى بغير التمييز وذلك في معرض حديثه عن تفاصيل دقيقة في حياته منذ نعومة أظافره وفي سنين عمره التعليمية التي أشرف على بعض منها هذا المعلم كان من الطلاب المتميزين في دراستهم حيث تخرج في المرحلة الثانوية وكان من ضمن العشة الأوائل على منطقة الرياض في قسم العلوم الإدارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر